صراح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان بأنه نظراً للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار ذلك يوم السبت الموافق الأول من يونيو بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وعوضح المنصق العام بأن جدوى الأعمال الاجتماع سيتضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية دمن مناقشاته وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العضوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة وعضف رشوان أن جدول الأعمال سيتضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار كما سيتم متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها واقترح الجدول الزمنية المناسب لمناقشتها